بقول ولما تضايق طلب وكه الرب إله وتواضع جداً أمام إله أبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرره ممكن شرح الآية ديت أنا مهما أصلي ربنا مش عايز يسمعني تعبت والمشاكل بتزيد درجة مش معقولة محاكم وأضايا وحبس اتبهدرت الآية بتقول ولما تضايق طلب وكه الرب إله وتواضع جداً أمام إله أبائه وصلى إله فاستجاب له تواضع جداً وتضرع تضرع عن ألح في التربة في الصلاة هل أنت اللي بقيت السؤال عملت كده توضعت جداً أمام الرب بامتانيات ودموعه ونصحاق قلبه وامتانيات في مخدعك وربنا ما اسمع لك شيء مستحيل وأحياناً كتير يا أولادي ربنا بيتول باله علينا في الاستجابة أحياناً وعندنا أمثلة في الكتاب المؤدس مش وقل حياة بس واتنين بقى مفيش كلام عليهم الادسين الكبار برين زكريا وإيه وهلي صبات يقول عنهم كتابه كان بريني الاتنين الرجل امراض وسالكين في جميع وصايا الرب وأحكاموا بلا له طلبوا عيل من ربنا خلف إدهم سأل فيهم لغاية ما إيه ما سألش فيهم لغاية ما كبروا في السن ما بقاش عندهم كدر على الإنجاب يوم ربنا حتى ليه كان يستجاب الصلب مختار الوقت المناسب اللي يرد عليهم فيه فالوقت المناسب اللي ربنا شايفه مناسب بعث لزكريا الكاهن الملك بتاعه على يمين مسبح البخور وقال له يا زكريا صلواتك وطلباتك قبلت أمام الله قال له أنا صلوات ما أنا بصلي على حقوق ده أنا كاهن شغلية قال له امرأتك علي صبات حبلة بابني في الشيخ وخط قال له أزال ده أنا كبرت في السن أو أنا كبرت في السن قال له أنا ملك الرب رئيس جد الرب بتشكر في كلمها أنت تكون ايه صامتا ده تتكلم لغاية ما تشوف وفضل صامت لغاية ما امرأته علي صبات طبعا حملت وولدت قد يسأله بقى تسمي الاسم ايه الاخر القصة انتعرفينها احباء طب ربنا طول باله عليه ليه عشان يديره أعظم مواليد النساء معادة المسيحة العالمية يقول لم يقم المسيحة المجد بنفسه من بين الموردين من نساء أعظم من يوحان عمدل لكن الأزغر المسيحة المجد أزغر بستة شهور يعني في الولادة أعظم منه طبع لأنه هو الله الخالق فإده أعظم مواليد النساء على الإطلاق بالسطنة السادة المسيحة العالمية بالجسل الله بيتقول بقى عشان يديني حاجات حلوة وشايفها في الوقت اللي شايفه مناسب لنا جدا أحباء سيكم دي عندي سؤال في إنجيل مرقص الساعة 15 آية 25 بيقول وكانت الساعة الثالثة فصلبوه ونحن نصل في كتعة الساعة السادسة بنقول يامن في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب المسيحة صلب في الساعة الثالثة ولا السادسة السؤال رائع جدا وحب بيقرأ وبيصليب فهم بصراحة يعني أنا بحييك جدا على كده أروي من قسك توضحها وشكرا جزيلا للقس شوف حقولك على حال المسيحة لو المجد اتصال في وقت الساعة الثالثة وقعد من الساعة الثالثة حتى الساعة إيه التاسعة حتى الساعة التاسعة الساعة السادسة من أول الساعة الثالثة لغاية الساعة التاسعة كان مصطوب على الصليب ولا لا طيب شمعنا كيسا اخترت فصالة الأجبية يا ما صلبت وقت الساعة السادسة لأن المسيحة لو المجد وقت الساعة السادسة كان قريدي الصلب وتميمه فيه أمر الصلب لكن الصلب الساعة السالسة بدأوا يسلبوه في الساعة السالسة الصلب ودخذ ثانية ولا خذ وقت خذ وقت خذ وقت فاستلت في الساعة التاسعة وكان الظلم على وقيت الأرض من الساعة إيه السادسة هاتى الساعة التاسعة يبقى اخترت كيسا وقت الساعة السادسة اللي صارت فيها ظلمة بسبب صلب المسيح من أجل خطايانا من أجل التبريرينا صح؟ نعم الاتنين صح؟ المسيح قريدي كان coś مصطوب في الساعة الثالثة بدأ وصلogه dengan ساعة الثالثة وفيدا لغاية الساعة السادسة صارت ظلمة كان مسيح مصطوب له مجد مصدوب حتى الساعة التاسعة فيش اي تناقض او اي فاعتقد ان انا وضحت لك السؤال كويس او